الفنانة مونة زاكي قامت بالاشتراك مؤخرا في فيلم اسمه أصحاب ولا أعز فور إذاعة الفيلم عمل حالة من الغضب حالة كبيرة جدا من الغضب بين رواد السوشيال ميديا الأستاذ عمر أديب كان له رأي تاني مختلف خالص عن أراء الشارع وعن أراء السوشيال ميديا وحابب أنه هو يوضح ويقول فنسمى الأستاذ عمر عايزة قول إيه كبير وعنيف ضد اللي الناس أو بعض الناس بتعمله فحمة حلمي ومونة زاكي يا أستاذ عمر إيه المحتوى اللي الفيلم ده بيقدمه يا أستاذ عمر الفنانة مونة زاكي طلع بتصدر منتهى 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 الإباحية لكل بيت من بيوت الشعب المصري فين الرسالة اللي هي بتقدمها في الفيلم ده؟ فين؟ يعني أنت هل ترضى أن أنت تقد ولادك وقصرتك وبيتك قدام التلفزيون وتتفرجوا على المشاهد اللي بتزاع في الفيلم ده؟ أنت مش هتتحرج قدام ولادك؟ ولادك مش هتتحرجوا قدامك؟ فين الأدب والتربية والأخلاق والقيم اللي احنا بنعلمهم لولدنا؟ احنا مش بنتكلم كلام مرسل وبس احنا عايزين نأسس ولادنا ونأسس بيوتنا تأسيس سليم بعيد عن مثل هذه المشاهد التي لا يجب أن تعرض على الجهشات التلفزيون شوف بنفسك أنت الأمور عدت عليك كده طبيعية؟ إيه اللي هي بتعمله ده؟ أو إيه اللي هو بيعمله ده؟ فين الرسالة؟ فين المحتوى؟ فين المادة؟ فين المادة الإعلامية اللي بيتم تقدمها؟ راجع نفسك في الكلام ده؟ إيه مونة زاكي وإحمد حلم اللي هم بيعملوه؟ ليه كده؟ لمونة زاكي كده؟ ده أحمد حلمي؟ دي مونة زاكي؟ في فيلم كله صباعها مبانش؟ كل اللي شغل حضرتك أن صباع مونة زاكي مبانش في الفيلم؟ كل ده يعني اللي همك وكل ده اللي شغلك ولفت نظرك؟ طيب يا ريت والله صباع مونة زاكي كان بان في الفيلم ولا إنها قالت الألفاظ اللي قالتها ولإنها طلعت علينا بالمشاهد اللي هي طلعت بيها يعني يا ريت كان صباعها بان يعني فين؟ فين المحتوى؟ إيه عايزة توصل إيه؟ فين الرسالة؟ استفدنا إيه؟ استفدنا إيه من اللي هي بتعمله؟ ليه؟ ليه بنصدر الإباحية؟ وليه بنصدر أن خلاص بقت فيه كل حاجة مباحة بالشكل ده وندخل الأمور دي لبيوتنا كده بطريق شارع من خلال شاشة التلفزيون؟ فين اللي إحنا العادات والتقاليد بتاعتنا اللي إحنا تربينا عليها؟ يا ريت كان صباع مونة زاكي بان يا أستاذ عمرو ولا إن هي طلعت علينا بالمشاهد دي؟ حرام بجد حرام تعرف إيه عنك؟ تعرف إنت ايه عن إيمان أحمد حلمي؟ تعرف إيه أنت عن إيمان مونة زاكي؟ تعرف إنت إزاي ربنا حيحسبهم؟ ولا ربنا بيفكر فيهم زوالة حيعملهم إيه؟ محدش يتكلم عن علاقتهم بربنا مونة زكي واحمد حلمي وحد قال في إيمانهم حاجة إحنا بنتكلم عن الجزئية اللي بتخصنا إحنا إحنا جزئية اللي بتخصنا واللي من حقنا اللي إحنا نتكلم فيها يا أستاذ عمر إحنا رفضين المشاهد دي ورفضين إن الحاجات دي تدخل بيوتنا ورفضين إن أولادنا يشوفوا المشاهد دي ورفضين اللي هي بتعمله ده وشايفين ما فيش مادة إعلامية وشايفين ما فيش رسالة وشايفين ما فيش هدف من الكلام ده بس مش مجرد ان احنا نعمل اي كيان واي موضوع وندخلوا بيوتنا بالمنظر ده ده من حقنا ان احنا نعتارد عليه انهم علاقتهم بربنا ربنا اعلم بيهم وربنا الله سبحانه وتعالى ولا يحاسبهم احنا بنتكلم في الجزئية اللي تخصينا احنا رفضين المشاهد دي رفضين الفيلم ده ما ينفعش احنا مجتمعنا مجتمع مصري اصيل قائم على القيم والمبادئ لا يجب ان تنتهك حرامات البيوت بمثل هذه المشاهد بشويش بشويش يا أستاذ عمرو بمونتهى الهدوء احنا عايزين نربي اولادنا على القيم وعلى المبادئ وعلى الاخلاء عايزين نقدم نشأ نافع للمجتمع المجتمع يرفض هذا الفيلم ويففض هذه المشاهد الاباحية ويففض هذه الالفاظ الخارجة الخادشة للحياة ده رأينا ورأي المجتمع اللي حبينا ان احنا ننقلو ويسيب الناس تقول رأيها بصراحة وبمنتال حرية وشكرا لحضرتكم اشتركوا في القناة